في تركيا المجاورة أعلنت وزارة ودفاع القضاء على أربعة مقاتلين من تنظيم بيكايكاي عبر غرة جوية وذلك بعد رصد تحركاتهم بمنطقة كاراش شمالية العراق وأفدت الوزارة في بيان أن الجيش التركي يواصل مكافحة الإرهاب بكل عزم وحزم وليتفاصيل حول هذا الموضوع معنا الآن مباشرة من اسطنبول مرسلنا ربيع الصعوب أهلا بك ربيع إذن ماذا في تفاصيل هذه العمليات التركية شمالية العراق نعم هذه العمليات تأتي ضمن سلسلة عمليات يقوم بها الجيش التركي في شمال العراق وشمال سوريا الغارة نفذت على منطقة غارة وهي معقل تقليدي لحزب العمال الكردستاني نتحدث عن جبال قنديل منطقة غارة سنجار وكثير من المناطق شمال العراق فيها نفوذ عالي لحزب العمال الكردستاني ومنها تنطلق الهجمات باتجاه تركيا هذه العملية نفذت باستخدام المسيرات وقصفت أهدافا لحزب العمال الكردستاني ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين وفق رواية الجيش هذه العملية تزامنت مع عملية أيضا في شمال سوريا تحديدا على مناطق محاذية لسيطرة الجيش التركي هناك قال الجيش التركي في بيان نشر قبل قليل إنه تصدى لمحاولة مسلحين شن هجمات على مناطق سيطرة الجيش التركي في شمال سوريا وقضى عليهما هذه البيانات وهذه العمليات تأتي بشكل دوري يوميا تنشر وزارة الدفاع عبر موقعها على تويتر ومواقعها الرسمية عبر الإنترنت بيانات بخصوص العمليات الأمنية المستمرة ولكن هناك تركيز على العمليات شمال سوريا تحديدا مناطق نفوذ وحدات حماية الشعب الكردية وفيها تستعد تركيا وفق تصريح للمسؤولين الأتراك بأن تشن عملية برية في وقت قريب عادة ما تقصف المسيرات هناك المعاقل لوحدات حماية الشعب الكردية منشآت الطاقة مخازن الأسلحة أيضا والمؤسسات التابعة للتنظيم المصنف كإرهابي في تركيا مثل ذلك تقوم في شمال العراق وفي شمال العراق دفع تركيا ودفع الجيش التركي فاتورة باهظة خلال الأشهر الماضي نتحدث عن عشرات الجنود الأتراك قتلوا نتيجة اشتباكات مستمرة هناك واختراقات حققها حزب العمال الكردستاني في أيضا معسكرات للجيش التركي في المنطقة نعم أيضا ربيع ربما مثلما أشرت بالإضافة إلى أنها عمليات بصفة دورية كما أشرت إلى أي مدى يمكن أن نقول أيضا أنها عمليات أيضا تتم بالتوازي أو بيتزامن مع عمليات أخرى داخل الأراضي التركية بالفعل هذا ما يصرح به المسؤولين للأتراك قتال الإرهابيين بحسب وجهة نظر تركيا داخل البلاد وخارجها وعلى الأثر تقوم وزارة الداخلية بعشرات الحملات الأمنية عشرات المداهمات وأيضا بشكل شبه يومي ينشر وزير الداخلية علي يارلي كايا تحديدا عن حملات الاعتقال بالعشرات أسبوعيا يعتقل عناصر أو من يتهمون بأنهم عناصر لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية أو من يدعمهم أو من يروج لهم على منصات التواصل الاجتماعي أو من يدعمهم ماليا أو من يقدم المظاهرات في الشوارع لصالحين بالتالي هذه العمليات ليس فقط ضد حزب العمال الكردستاني وحدات حماية الشعب الكردية هناك كثير من الجماعات المصنفة في تركيا إرهابية تنظيم غولان تنظيم داعش وتنظيمات اليسارية المتطرفة وهي التي قامت قبل فترة قصيرة بهجوم على محكمة ومثل ذلك قام تنظيم داعش أيضا بهجوم على كنيسة ومثل ذلك سبقه حزب العمال الكردستاني بهجوم على وزارة الداخلية وقبل ذلك أيضا كان هناك هجوم على تكسيم بالتالي هذه العمليات مستمرة وتتصدى لما تقول تركيا بأنها تنظيمات إرهابية تستهدف الأمن القومي التركي سواء في المناطق الحدودية أو المدن الرئيسية مثل إسطنبول وأنقرة شكرا جزيلا لك ربيع على كل هذه التفاصيل والمعلومات إذن كان معنا مباشرة من إسطنبول مرسلنا ربيع أصعوب